ترجمة نانسي قنقر قصة طموح بدأت منذ وضع حجر التأسيس الذي بني عليه المركز الوطني للاستزراع السمكي فقبل أربعة عقود من الزمن وضعت مملكة البحرين خطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي ورفع الكفاءة الإنتاجية مجال الاستزراع السمكي في مملكة البحرين يحظى باهتمام كبير ومتابعة حثيثة من قبل الجهات المعنية التي تطمح لإيجاد أفضل الطرق لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته ليعود بالمنفعة على جميع أفراد المجتمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وجه لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء لما له من أهمية في رفع الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء في المملكة حيث تم طرح عدة مبادرات في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية بما فيها تهيئة البنى التحتية لهذا النشاط الاقتصادي من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتهيئة المختبرات ما مكن المملكة من قطع أشواط كبيرة لتحقيق أهدافها والوصول إلى عشرين مليون سبعية بحلول العام الفين وخمسة وعشرين هذا وتم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع السمكي عبر اقتراح المواقع الجغرافية المناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع ومساحتها المطلوبة ومواصفات إنشاء الأحواض وتوفير البيئة الملائمة للأسماك وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتدريب المواطنين على تقنيات تأسيس المشروع التجاري في هذا المجال لإدخال عناصر مهنية ذات كفاءة وتقنيات عالية تسهم في تنمية القطاع مملكة البحرين تقود هذا المجال من خلال استمرارها بالعمل الدؤوب بسواعد أبنائها الذين يطمحون إلى الارتقاء بها في شتى المجالات